بعيداً عن الشعارات والبيانات عام المشاريع من السهل على أي حكومة إطلاق الوعود لكن تنفيذها هو الفيصل على أرض الواقع سوف نشهد احتفالات لإطلاق المشاريع 19 مشروعاً لحل مشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية في بغداد يقول السوداني إن تصاميمها قد وضعت وإنها من المفترض أن تنفذ قريباً حسب قوله هذه العملية وهذه المشاريع إن شاء الله إن شاء الله ما ريتها تروح مع مشاريع متلكية في خانة الوزارة علينا التزامات بحدود 25 تريليون خطاب السوداني المفعم بوعود إعمار الطرق والجسور يصطدم بحقائق لا يمكن تجاوزها بالشعارات فعلى سبيل المثال ضمت موازنة عام 2023 في بنودها أكبر شق تشغيلياً على الإطلاق يقدر بـ 80 تريليون دينار شمل المصرفات الحكومية ورواتب الموظفين والمتقاعدين فقط إضافة إلى تسديد الديون الداخلية والخارجية أي ما يعادل ثلثي مجموع الموازنة بحسب لجان برلمانية ما يعني استحالة تنفيذ أي مشاريع استراتيجية من أموال الموازنة كما أن السوداني لم يعطي أي ضمانات بعدم يقوع المشاريع الجديدة في براثن الفسد والمحسوبيات التي اعترف هو بوجودها محملاً الشركات المتعاقد معها مسؤولية تجنب الفاسدين مو بكرة تطلع الشركة أنا أخذت هذا المشروع لأن أكو جهة سياسية فلان أو كذا انطيت حصة يلا نطعني المشروع أمام الملع وهنا ليتكلم رئيس الوزراء بالنسبة للشركات فإن حكومة السودان عادت للتعاقد مع شركات صينية على الرغم من كل شبهات الفساد التي أحاطت بمشروع الألف مدرسة والذي لم يرى النور حتى الآن دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أقرت بوجود مشاريع طرق اندثرت على الرغم من إنفاق أموال طائلة عليها نتيجة سوء التخطيط في أعداد التصاميم إنشاء وصيانة الطرق والجسور وعدم متابعتها تلك المشاريع ونتيجة لعقدين من الفساد ما زالت شوارع بغداد تشهد ازدحامات مرورية لا تنقطع يوميا بسبب الزيادة الهائلة في أعداد السيارات مقابل عدم تحديث الطرق أو الجسور منذ سنوات طويلة